اليوم العالمي لحماية الأثار والمواقع التاريخية يحل على بلدية الساحل بالكثير من الاهتمام حيث نظم قسم الأثار والإرشاد السياحي بكلية الأدب والعلوم في توكرا يوما توعويا احتفاء بهذه المناسبة اليوم نحتفل بليوم العالمي المواقع الأثارية الرغم أن يوم العالمي هو يوم 18 أبريل لكن تجهيزات من سلطاناش نجاهز اليوم العالمي لليوم 24-25 أبريل بمعرض بسيط يتمثل في بعض المعرضات خاصة ببعض اللقع الأثارية وخاصة الفقهرية من متعف أثار توكرا ومن متعف أثار الميثة الذين نحب ونشكرونهم على مساهمتهم الفعاليات المقامة في مكتبة الكلية شهدت حضور كل من هيئة التدريس والعاملين بكلية والمهتمين بالإرث التاريخي أثار هذين فيهم أهمية وفيهم زمائة نجحة درنات معرض تضايعي سببا نور أهميتها رمزيتها ثقافتها شنو هو يعني شنو أهميتها في البلد أصلا أغلبيتهم ما يعتبروا حاجة عادية حاجة منها شقيمة حاجة وكأنها يمروا من إله حتى ما مش معبرينها مش مهتمين بها أصلا عروض كثيرة وورقات علمية إلى جانب معرض للقطع الأثرية التي تم جمعها من عمليات تنقيب بالمدينة الزاخرة بالأثار إضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية